ويكرمهم وجميل أن الواحد يردد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن الأجمل كمان هو يعني يتأنى ويتأكد أن هو اللي بيقوله ده صح لأن أول حديث الواحد تعلمه يعني أنا بكلم عن نفسي يعني قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فالحديث ده في حد ذاته بيرعبني بيخليني لما أجي أقول أي حديث أقول إيه كما قال أو كما قال بما معناه وأرمي الكرة في الضيف أقول له حضرتك صلح لي يعني خوفاً من أني أبقى بقول كلمة أو حرف زيادة أو أقل عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فقبل ما نتكلم عن كلامهم الطيب الجميل يعني عايزين نأكد على الحد ذي يا مولانا لأن الأسف في ناس ممكن تردد حديث هم مش متأكدين منها ويقولك ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا ده كذا أهمية أن الواحد بقى إيه بما أننا بنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما أن بإذن الله كلنا حسنين النية يعني الواحد بيفترض حسن النية وعايز تقتدي بالنبي فبتقول للناس عنه تتأكد أن اللي أنت بتقوله ده صح طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى الله إحنا مش مطلوب مننا أن نتأكد من اللي إحنا بننقله عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث هو صح ولا غلط بس إحنا مطلوب مننا أن إحنا نتأكد من أي حاجة بننقلها يا صح أو غلط وسبتة أو مسسبتة بغض النظر وقائلها النبي عليه الصلاة والسلام أو حضرتك أو أي حد بس مش هكل عام يعني مش هكل عام نعم وإلا فإن لو أنا كل حاجة أنا بسمعها بنقلها الغيري وغيري كل حاجة بسمعها بنقلها الغير ومن غير تثبت ومن غير تحقق حتبص تلاقي ده عمل فوضى في المجتمع وسوق سمعة ناس وقطع أرحام وأفسد علاقات كل ده عشان أنا عندي بس شهوة نقل الكلام والإتيام بالغرائب ودلوقتي طبعا ما كانش الكلام ده موجود قبل كده جمع الإعجابات واللايكات وكتر المشاهدات وإن أنا أعمل ترافيك على الصفحة بتاعتي كل ده على حساب مين على حساب سمعة الآخرين على حساب سلامهم النفسي على حساب حتى ضيق أهليهم باللي بيسمعوه على حد اللي يخصوهم ما بلقوم مثلا الناس بيتظن فيه سوء أو بيشتموه أو كذا إلى آخرين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صريح مسلم كفى بالمرء كذبا أو كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع مش كل حاجة تسمعها تقودها على طول وتكررها وتكررها لازم تتثبت فلما ييجي بقى لكون المنقول ده أعلى ما يمكن أن يكون منقولا من أحاديث البشر وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أدعى وأدعى أنك تتثبت علشان ما تنسبش إلي شيء ما قالوش لأن كلامه تشريع كلامه ملزم أو قد يكونه ملزما فما تقولش الناس ده حرام ده حلال أصل الرسول الأية عليه الصلاة والسلام هو ما قالش الحديث موضوع الحديث ضعيف أو كذا فلذلك لازم الإنسان يتحقق ويتثبت فيما ينقله بواجه نعام وبالأخص فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام طب رأيك إيه في الطلبة الجميل دولو كلامه ده طلبة لطيفة جدا ومستحضرين المعلومات بتاعتهم واجهة مشرفة مشرقة ومشرفة